بسم الله الرحمن الرحيم اليوم عندي أكثر من موضوع أول موضوع نبلش بالأخبار السعيدة اليوم باللجنة التشريعية الحمد لله وصلنا إلى عدد ممتاز من الإنجازات ما أسميها إنجازات إنما من الأعمال اللي خلصناها واتفقنا بعضها على التصويت واتفقنا بعضها على آلية معينة لحلها أول شيء يا أخوان أبيكم بس تعرفون أن قانون الإساءة إلى الدول الشقيقة اليوم بسبب فتوى قانونية لهذا هم بعض الأخوان تعلمون أنهم تقدموا في قوانين سموها قوانين الحريات ومنهم قوانين لها علاقة بنفس المواد اللي عالجناها في موضوع الإساءة للدول الصديقة وهي قانون أمن الدولة أربعة وتقدموا النواب عادة نحن متقدمين فيه من الزمان وناطرين دورنا بما يرضي الله وهذا موضوع ودينا أفتحه معاكم الآن حتى بس الكل يعلم حقيقة ما يجري خلف الكواليس في اللجان وغيرها الآن إحنا قوانين متقدمين فيها وناطرين دورنا ولا طلبنا لا استعجال ولا طلبنا تكليف احتراماً لباقي الأعضاء اللي ماشيين بالدور أتى ما أتانع من تكليف وتعلمون كلكم جاءنا تكليف مجموعة من المواد مفروض أن المقدمين هيتكلمون عن الحرية وكلفوا اللجنة التشريعية بشهر ينجزون تقريرهم وهذا في تعطيل حكاً للأمور اللي قاعد تنظر وبلعناها على مضض فلما لقنا القوانين هذه كلها مثل ما أنتم عارفين لا لها علاقة بالحرية ولا شيء هالقوانين كلها عبارة عن إبقاء الحبس منصوب وتغليض الغرامة ومضاعفتها من ناحية أخرى فمن الواضح أن بعض الأخوة قاعد يستغل وجود هذه التكاليف وهذه الأمور حتى يمشي فقط شغلة اللي هما قرأ من الواضح أنهم ما قروا فذلك قدموا لك هذه الحزمة من التعديلات ما لها علاقة بالموضوعهم أبداً ما لها علاقة بالحريات لا من قريب ولا من بعيد اليوم في اللجنة التشريعية بسبب وجود أحد التعديلات لا علاقة متشابه بالموضوع اللي احنا قدمنا وهو موضوع الإساءة للدول الشقيقة فاضطرينا نجر بعد ما وافقنا عليه أن ننهيبه مرة ثانية ونحطه معه ما تقدم فيه الأخوان وانتهت للجنة إلى رفض ما تقدم فيه الأخوان وقبول ما تقدمنا فيه حتى بس نكون العملية واضحة أمام الجميع في الجلسة السابقة للجنة التشريعية كان هناك نصاب العادة كنا احنا أربعة اللي حضرون كان فيه نصاب فتعمت عدم الحضور ليش؟ لأن عندي موقف مسبق من القوانين اللي تقدمت كنا عاملين الهومورك عندنا في المكتب وطلعنا كمية الأخطاء اللي احنا ما رح نقبل فيها وكوني عضو وأبديت رأيي والنصاب مكتمل حبيت أن يخذوا راحتهم في بالنهاية إقراره والعدمه واللجنة بروحهم أربعتهم أسقطوا الموضوع بالكامل أو قرروا عدم الموافقة على هذه جملة القوانين فاليوم قالوا لنا ما يصير طول ما أن هناك مقترح حتى لو كنتوا رافضينه يجب أن تضمونه إلى مقترحكم للأسف تعطين فجرينا المقترح هذا أول شيء صار وتمت الموافقة عليه مرة أخرى ولكن هالمرة بصيغته الثنائية مقترحنا والمقترح الآخر المرفوض ويقدم بتقرير واحد هذا فقط عملية إجرائية لكن لاحظتوا أن فعل التكليف هذا اللي عملوه في المجلس أجل هذا القرار والله كان من زمان مصوتين عليه وخالصين وارتحنا من أحكام العبس والأحكام المغلظة اللي تطلع على مغرد هنا وهناك هذا واحد اثنين ولله العمد خلصنا من موضوع الإدارة العامة للتحقيقات بالتعديلات والمزايا المالية والمسميات المستحدثة ووافقنا عليه كلنا في الإجماع اللجنة بحضورها كنا خمسة أعضاء اليوم من أصل سبعة وافقنا بالكامل على ما يخص استحقاقات الإخوان في الإدارة العامة للتحقيقات وإن شاء الله أننا يلاقي قبول من الحكومة سنعمل على ذلك في لجنة الأولويات إن شاء الله ما يرد وإذا كان هناك ملاحظات الحكومة بالشكل النهائي اللي طلعنا في اليوم يقبل بالمداولة الأولى ويعدل بالمداولة الثانية الأمر الثالث وأخيرا بعد طول المعاناة وتعطيل ولا نداش بالنواية وبقول متعمد لكن تعطيلات حدثت هنا وهناك استفقنا على آلية للانتهاء من قانون الأحوال الجعفرية قانون الأحوال الجعفرية مشكلة أنه ضخم عود كبير فلذلك اليوم اتفقنا على آلية سليمة جيدة منطقية وهي أن نشوف المقدم المقترح المقدم وهناك من ناحية أخرى رأي الحكومة المختلف عليه يناقش وكل نائب يقرأ القانون بكيفه فإحنا عندنا المختلف عليه اللي راح نناقش بعد اللي تشام مادة راح تطلع معنا كلفنا الأخوان في المكتب الفني أن يعدون لنا التقرير وإحنا منصوب ثاني كل واحد يقرأ المواد واللي عنده تحفظ يقوله وشذي نختصر وقت أقرار القانون كلها مواد حقيقة مواد لها علاقة بالفقه وما الفقه أنت تريد أن تضع لها حاضن قانوني لا أكثر ولا أقل وتخلي المجال الفقهي محمي بالقانون بالتالي ما في تدخل كبير من النواب المفروض يكون في هذه المواد لشغلنا نحن فقط الإطار القانوني لها خلصنا أخيرا نناقشنا الموضوع أخيرا موجود على جدوى الأعمال صار لها مدة مدة طويلة الأحوال الجعفرية فوق السنة استخلصت موافقة وزير العدل السابق العزب الله يذكره بالخير من سنة وشي قلنا موافقين على المبدأ وموافقين على كل شي والحكومة كرت موافقتها في الرؤية الأخيرة ودزت لنا الملاحظة هذه ثلاث أمور مهمة جدا الحمد لله اليوم خلصنا منها في اللجنة التشريعية هذا ما يخص العمل ده خلت تفضل صحيح حاضر في المجلس السابق تم تعديل لائحي بموجبة صارت لجنة الأولويات لجنة دائمة قراراتها ملزمة وإلا ما منها فوت من أهم مهام لجنة الأولويات شغلتين أساسيتين ترتيب جدوى الأعمال لاجتماعات المجلس الأمة وإثنين ترتيب أولويات كل لجنة فإذا كان شخص ما تعرفون أمور التكليف ما التكليف هذه قديمة أقدم من حتى فكرة وجود لجنة أولويات فكانت تمارس بنطاقها المحدود بضرورتها للمنظر تكون متوافرة فيها مو على إطلاقها مو كل واحد خمسة اشتهوا وإن يمشون قانونهم قبل يعني تعدوا على حقوق الآخري إنما الآن لا يوجد عندك عذر وهناك لجنة أولويات موجودة إنك إذا أردت أن مثلا تقدم مشروع على آخر تقدم شيء أنت مقترحة تعتقد في ضرورة أخي تعالي قاعد ما لجنة الأولويات وسبق مليون مرة في لجنة الأولويات قلنا يبقى إحنا لكل إحنا لجنة الجميع إحنا محنا لجنة أعضائها إحنا ما نمثل فكرنا فقط لذلك إحنا رسلنا لكل عضو من الأعضاء عطنا رأيك أنت شين المقترحات التي تبيها كأولوية أغلب الأعضاء ما تجاوبوا معنا على فكرة أغلب الأعضاء ما في لجنة أولويات سوتها من قبل ادزل كل عضو على أحده العادة اللجنة تتعامل مع اللجن وتتعامل مع كل عضو على أحده نتعاملنا مع كل عضو على أحده فإذن إحنا الباب مفتوح تعال حبيبي أنت عندك قانون الحريات تسمي حريات تعال قاعد معاي خنا نقول لك شنو قبله وخلنا نجيب الريال اللي جاء للدور ونقول لها يا عمي ترى الحريات هذه ما يخالف نقدمها على قانونك ونصل إلى حل اتفاقي اللي قاعد يفجرون القاعة خمسة يريدون شيء وما لنا شغله في رأيي الآخرين طيب ما هم الآخرين بصوتهم على قانونك حتى لو بتقدمه الشنو اللي قاعد تحاول تخلقها أنت تبي تعمل لوبيينغ وتمرر القانون ولا تبي تطلع بس فيها بالصورة جدام العالم اللي يريد يمرر القانونه يروح حق النواب والكتل النيابية وتفاهم معاهم ويقولهم ارجوكم صوتوا معنا القانون هذه فايدة عدم وجود القانون هذه مضرته ويحاول يغنع مو خمسة يستبدون برأي المجلس كله غصب عليكم بتناقشون هذا ماشي بتحط لي تكليف بيك دخل القاعة بسقط قوانينك كلها إذن اللي قاعد يسوي شذيه ما قاعد يفكرني يطلع القانون كثر ما يفكرني يحط النواب في موقف محرج وللأسف سبحان الله يمكرونه ويمكر الله دارت الدوائر وطلعوا هم مقارين اللي مقدمينه وردت عليهم الحين ضرب في الشارع عليهم لأنهم قاعد يدورون مكسب شارع للحين عايشين جون الانتخابات ما قاعد يشتقل عمل تشريعي حقيقي كيفة؟ الله معاه نمي بالنهاية ما احنا اوصيها على أحد لكن ما أقوله والآتي الرسالة اللي قدمناها قلنا إذا استمر العمل في مجلس الأمة بهذه الطريقة يبقى ماكو فايدة من لجنة الأولويات هيا كل خمسة يطق برأسهم شيء ويحطونها أولوية واللي يجزون تكليف ويصير أولوية في لجانه طبعا الأخ رياض العتساني الآن فاجئنا بدنا نداز كتاب للجنة تشريعية أولتيها من لجنة الأولويات ويستند إلى المادة الخمسة وخمسين اللي بحياتها ما فعلت في أي مجلس من مجالس الأمة بحياتها ما فعلت وهي التي تقول أن تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس أي لجنة كانت فيها أي لجنة تقدم إلى رئيس المجلس تقرير عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها وبين توصياتها وذلك متى؟ خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها يعني ثلاثة أسابيع حلت الموضوع لك كلجنة تقتراح أي أن كان لازم خلال ثلاثة أسابيع ترسل تقرير إذا ما أرسلت خلال ثلاثة أسابيع يقول لك ما لم يقرر المجلس غير ذلك إلا إذا المجلس قال والله أسبوع أسبوعين أكثر هذا هو التكاليف يعني وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن الموضوع عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو ثالث وحدة أن يقر ويبت في الموضوع في الجلسة فالأخ رياض الآن يقول أنا مقدم لكم اقتراح في شأن عضوية مجالس عضوية التأميرات الاجتماعية وأن يشيل ممثل الغرفة ويحط بدالها ممثل لوزارة التجارة مهمة العين المهم أن الأخ متمقدمة متمقدمة يا جماعة 5 نوفمبر تأوه إحنا قوانيننا من شهر 12 2016 قعد تنطر ماذا زين كتاب لأن هذه المادة اللائحية غير واقعية ووضعت قبل أن يرون الأعمال في المجلس هم لا يدون أن يكون 516 اقتراع بقانون صاف ناطر دور في اللجنة التشريعية هم لا يعلمون اللي من كتب هذه اللائحة كان يضعها بشكل افتراضي واقع العمل صارت هذه معطلة ما حد يقدر يفرضها شو أنت يقدر تفرض علينا في اللجنة التشريعية ونخلص لك كل ما تقدم لنا ثلاثة سابع هل يعقل من يقدر يخلص 516 قانون بهذه الفترة القياسية وكل أسبوع قاعد ترد اقتراحات وترد اقتراحات غير مشاريع الحكومة إذن هذه مادة ووضعت في البداية تنظيمية واقع الحال يخليك ما تكرتفذها اليوم تتعلق لي فيها وتقول أخلي المجلس بيت تدير شم اقتراح بقانون عندي أنا عندي فوق ال67 اقتراح بقانون وموقعهم وجاهزين وصار لهم باللجان أجدد واحد فيهم صار لستة شهر وحضرت كاينة من نوفمبر تبتقدم العالم وتطبق لائحة شايفين هذا النوع هذا ترى بالنهاية ما استخدم أخو بالنهاية اعتمد على لائحة أخو ما اعتمد على شيء خارجي مثل ما الأخوان اعتمدوا على لائحي شيء لائحي وهو التكليف مو شيء خارج على لائحة بس شو أدي لهذا التعنت بهذه الطريقة شو أدي له يا أخوان أنتم قاعد تشوفون بعينكم يعني كمية الزحمة والعمل وحنا قاعد نرتب والأولويات مع التشريعية والحمد لله أن الأولويات التشريعية فيهم ذات الأعضاء ففي التفاهم عالي أنا والحميز يسباعي موجودين هناك وموجودين هناك في الأولويات وفي التشريعية وعقب ما نرتب شغلنا كله يكتكليف انسي روح أكلم ربك يا أخي ما تمون عليهم وأنت كلم ربك اللي كل ساعة مقعلنا على تكليف يقولنا خلصونا بشهر خلصونا بشهرين تشنا مطعم واجبات سريعة ما كنا لجنة تشريعية وما كتب فني قاعد اندقق على المواضع يلا قلهم قلهم تقدموا تكليف خلوا الأمر يمشي ومع ذلك لو ما تقدم تكليف الأمر ما يمشي يعني العملية عدد وحسبة عندنا خمسمية وشيء اقتراح جنون هذا الآن معناتها أنا بات شهر ما سوينا في سلورك عندي أنا الآن أعتقد صار لنا حين شهرين تمينا في اللجنة التعليمية ثلاث طوانين للمرئي والمسموع لقانون النشر وغيرك اللي تعلق على حبس وما حبس وخلصنا منها بالتشريعية وقرينا وحلنا للتعليمية التعليمية صار لها الآن شهرين شهرين ونص يعني انطبق عليه المادة يعني بات شنا نبعد نفس الشيء أقول المجلس انتم بدتم في الموضوع وعاتب الرئيس إنما عارض الموضوع اللجنة غير منطقي الكلام ولا فيه روح تعاون فيها عنانية مفرطة أنا وبس قانوني وبس اللي أنا قدمه والعالم كيف هم ينطرون بالدور العالم انت رأي جيتها بتحل قضية تتصدى لها بشكلها المجمل موضوع القضية تكبروحك تقول لحظة ليش التكدس تسأل نفسك تقول ليش التكدس ليش عندك 500 ليش موت وزع اللجان والله يبقى تشيل اللائحة اللائحة تقول أي اقتراح يمر على التشريعية طالع قانونيته وبعدين تقوم تفكر بشكل منطقي أكثر تقول لحظة ما عاد في حاجة هذه اللجان التشريعية كل اللجان اللي موجودة العاملة في المجلس كلها فيها مقاتف فنية وفيها مشرعين يبقى ليش ما نزودهم بطاقات أكبر وبقدرات أكبر وتحال دايركت القوانين إلى لجانها وهناك يحكمون إذا هي دستورية ولا غير دستورية وخلصنا هذا حل الآن أعدل فيه مو أروح أنقذ نفسي هذا للجميع لي وللي يأتي بعدي وللمجالس القادمة هكذا يكون حل المشاكل مو سوأ أطلع نفسي وأنا أطلع قانوني والباجين يعني يذهبوا مع الطفان ما يصير فهذا النوع من طريقة التعنت في التعامل شون يعتقد أن يقدر يعمل له بمعانه طب نشكي القوانين ويطلع قانونه بروحه عمون كيفه لكن مردود عليه في القاعة هذا كلام خاطئ واللي يبي يصلح ما يصلح بهذه الطريقة تعلم أن هذا القانون بظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن أو هذه اللائحة لا يمكن أن تطبق ما تقدر ما تقدر كل شيء قاعد ينصب في التشريعية فكها من التشريعية يذي شو ساعة نسولف وممكن نطبق ثلاث أسابيع أو نخليها منطقية أكثر وخليها خمسة أسابيع أما العام بالوضع الحالي كل واحد تأخر عن ثلاث أسابيع كل القوانين تأخر عن ثلاث أسابيع فهذا من ناحية في أي سؤال على هذا الموضوع علشان أنتقل إلى موضوع ما لا علاقة في مجلس الأمة يعني لا علاقة فيني بس ما لا علاقة في مجلس الأمة طيب موضوعنا الأخير شوفوا يا أخوان من صرنا أعضاء إحنا تقدمنا ورح ينشر إن شاء الله باتشر عقب باتشر تقدمنا من زمان في قانون لا يسائل الأفراد أو الكتاب أو المحللين عن أي رأي يقولونه بأي شخصية عامة ما لم يكون فيه سب مباشر أو اتهام في الذنب المالية دون دليل لكن لو قلت يا أحمد الفضل منت كفتكو العضو مجلس أمة هذه ما هي سب هذا رأي فيك منت شخصية عامة ما تقدر تلتفع قضية على الناس فعنا يا أي مؤمن أن الشخصيات العامة يجب أن تعرض للانتقاد انتقاد وليكن جارح لكن لا يمس لا ذمتك المالية ولا يشتمك أو يشتم أحد من أفراد عائلتك فحطينا هذا القانون فحتى وريكم إحنا منطلقنا ما هو منطلق أن نحن نقصي العالم لكن هذا ما يخص الشخصيات العامة بس ما يخص أهالي وأقرباء وأصحاب وأصدقاء ومعارف الشخصيات العامة لأنهم ما لهم ذنب أنا عضو مجلس أمان أخواني وعيال عمي أولادي ما لهم ذنب يدفعون ثمن خصوماتي السياسية لذلك في هذا الصدق وقد تناولني يعني الكثير بصور وفيديوهات أكو تقرير كان حاطني أنا وحاط أن إنجازاتي صفر صفر ما سوت ولا شيء في مجلس الأمة كيف حقه يعتقد أن ما قدمت صفر ولا يحق لي أني أعترض عليه لذلك ما عمر تكلمت عنه إنما انتشر فيديو يعني في الأخير في الفترة الأخيرة وهذا الفيديو ما همني شنو نقال فيه طبعا يعني خرافات ما بعدها خرافات المقصد أن نتطرق إلى أفراد العائلة ولما اشتغلنا واشتغلوا المحامين اكتشفنا أن المصدر لتوزيع هذا الفيديو شخص واحد وهو فؤاد فؤاد الحاشم فأنا قدمت شكوة أمس عليه شخصيا بترويج هذا الفيديو والإساءة إلى الأقارب سئلي أنا قول لي أنت عميل قول لي أنت كيف قصصك هذه اللي ذبحتنا فيها خمسة وثلاثين سنة مالت الاستخبارات والمؤامرات قطع عليها هذه يعني من يرى من يرى هذا الفيلم يرى يعني كتابه أحد مقالات فؤاد الحاشم لكنها مصورة والجانب الآخر اللي يأخذ موضوعنا أعلم أنه ما عنده قدرة أنه يعمل فيديو من هذا النوع فنتكلم للي من عمل الفيديو يعني أعتقد عيب وعيب تدخلكم في الشأن الكويتي والعلاقات اللي بيننا وبينكم نعتقد أنها كبيرة لا تخلونا نعيد النظر فيها وسهل جدا الرد عليكم أنتوا قاعد تعاونون شخص هارب من البلاد عليه أحكام وقاعد يضرب نواب في دائرة نازلة فيه أخته في الدائرة نفسه هذا يسئلها قبل الله يسئلنا هذا شغل ما يعملون إلا ناس واطين من تحت ستار ولا بقيت تسوي فيديوهات على العالم يا فؤاد لا تزمن تلفونك الشخصي هذه فيها غباء واليوم يا فؤاد أنا أكلمك اليوم من هذا البوديوم خارج قاعد حد الله سالم فلا تنطبق لمادة 110 ولا المادة 111 من الدستور على أي فتستطيع مقاضعتي هذا إذا قدرت ترجع لكويت تعال قاضني قول إن الكلام هذا غير صحيح ييب جهازك خلني ييب لك الشهود اللي أنت بنفسك بكل غباء دا زيت لهم دائرة من شخصك العائلة خط أحمر الأقارب خط أحمر وعنبوك حتى العصابات والمافيا ما يقربون يما أهل بعض عندك مشكلة معاي تعتقد أن أنا غير مناسب كيفك حقك مو بس أنت كل اللي ما صوت لي يعتقد أن أنا غير مناسب حقهم حقهم لكن ما تيب طاري الأهل والدخل وصاختك هذه وترميها على أهل أنا شخصية عامة أقبل كل ما ينتقدني ولا أرفع أي قضية على أي انتقاد سياسي لي لكنك تيب طاري الأهل والدخلون فيه فعموما أخ فؤاد هذا حركة واطية منك ما هي الأولى ما هي الأولى ويعني أعلم أن فشلك في الانتخابات اللي فاتت وعدم قدرتك على الإقناع حزب خاطرك وايد بس لا تدفعني أنا الثمن وإذا بقيت تدفعني الثمن هم حاضر لا تقرب يا مواحد من أهلي لا أبطش فيك أنت وكل اللي أزون عليك هذا كلام خليك يكون واضح وأنا رفعت شكوة وإذا فيك خير أنت ومقالاتك وتاريخك المليء بالتناقضات تعال الآن وجابل وسلم تيلفونك والجهاز اللي دزيت منه ما بقى حتى سفاراتنا بالخارج قمت تدز لهم هذا من غبائك فهذا ما حبيت أني أوضحه وهذا الكلام له والغيرة تبت انتقدني أنت حر أنا بنفسي متقدم بقانون يمنع يمنع علي أني أوقاضي أي واحد ينتقدني شخصيا بتيبي يملهل بقص شاربك فهذا كل ما هناك شكرا لكم